دعاؤه عليه السلام إذا نظر إلى الهلال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أيها الخلق المطيع الدائب السليع المتردد في منازل التقدير المتصرف في فلك التدبير آمنت بمن نور بك الظلام وأوضح بك البهام وجعلك آية من آيات ملك وعلامتا من علامات سلطاني وامتهنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف في كل ذلك أنت له مطيع وإلى إرادته سريع سبحانه ما أعجب ما دبر في أمرك وألطف ما صنع في شأنك جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث فأسأل الله ربي وربك وخالقي وخالقاك ومقدري ومقدراك ومصوري ومصوراك أن يصلي على محمد وآله وأن يجعلك هلال بركة لا تمحقها الأيام وطهارة لا تدنسها الآثام هلال أمن من الآفات وسلامة من السيئات هلال سعد لا نحس فيه ويمني لا نكد معه ويسر لا يمازجه عس وخير لا يشوب شر هلال أمن وإيمان ونعمة وإحسان وسلامة وإسلام اللهم صل على محمد وآله واجعلنا من أرضى من طلع عليه وأزكى من نظر إليه وأسعد من تعبد لك فيه ووفقنا فيه للتوبة وعصرنا فيه من الحوبة واحفظنا فيه من مباشرة معصيتك وأوزعنا فيه شكر نعمتك وألبسنا فيه جنن العافية وأتمم علينا باستكمال طاعتك فيه المنا إنك المنان الحميد وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر